اشتركوا في القناة ثم إلى أرواح والدين وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومشيخنا ومعلمين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وإلى أرواح موات المسلمين عامة كافة وإلى أرواح مشيخنا ومعلمين ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يبارك لنا في هذه الليلة يبارك لنا في هذا الجمع ألا هذه النية كل نية صالحة لما نبي أباؤنا صلافنا صالحون في مثل هذه المناسبة نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتري ذل لداتي بالآلام مولا يصلي وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بل مقاسدنا وأغفر لنا ما مضاه يا ربي بالمصطفى بل مقاسدنا يا ربي بالمصطفى بل مقاسدنا وأغفر لنا ما مضاه واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاسدنا وأغفر لنا ما مضاه واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفي عشاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفي عشاني والدرجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا العسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفي عشاني والدرجي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول يا رسول ربي فانفعنا ببركتهم ومعافة من الفتن من الفتن يا رسول يا رسول بحرمتهم يا رسول رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي وأميتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا ربي عشاني والدرجي كل يوم النار كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا ربي عشاني والدرجي كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا ربي عشاني والدرجي يا ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنة بحرمتهم ومعافة من الفتن يا ربي عشاني والدرجي يا ربي عشاني والدرجي ومصلي وسلم وبارك علي ولانه فتحبنا ختم القرآن العظيم الأرواح والدين والدكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلم نجمعين خصوصاで البحر arching fil van سيدنا والدرجي وصول prints اشتركوا في القناة 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 الله أكبر اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم بإلاف كريش إلافهم نحلة الشتاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد الله الصمد لم يريد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات بالعقاد ومن شر حاسد إذا حساد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفس بسدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريت فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين آمين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النعيمين الفارحين المسرورين المستبشرين المدمئنين الآمنين الذين لا خب عليهم ولا هم يعزنون لرحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا وبارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سنة محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطائرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائقات والنبينا والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزى عن قولي وفعلي ونيدي به أشتفي من كل لداء ونوره دليل لقلبي عند جالي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروبه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وأبلي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل دعوتي وآله وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلْ وَأُسَعَ مَنْ جَادَ بِالْعَطَايا يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلْ وَأُسَعَ مَنْ جَادَ بِالْعَطَايا يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلْ وَأُسَعَ مَنْ جَادَ بِالْعَطَايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من بكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أَيِّدْنَا اللَّهُمَّ مِنْكَ يَا رَبْ أَيِّدْنَا اللَّهُمَّ مِنْكَ يَا رَبْ أَيِّدْنَا اللَّهُمَّ مِنْكَ يَا رَبْ واركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران وفقنا الاحسان واجبعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلها همومنا وشفار سدورنا وكاشف قربنا وأحزاننا وكفارة لساياتنا وزيادة بعمالنا وعمارنا وبركة بعزاقنا وسعة بإخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واسبعنا به سرا علانية يا كريم اللهم اذكرنا منهما نسينا وفهمنا منهما قرأنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلا ودوانا الليل واطرفا النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعناية يا كريم الله ما اسبي بمرضانا وأبي ممتلانا وارحمه موتانا وأحيانا فتمبين عمك علينا وجوه حجدا لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وأنتر برحمتك إلينا وأقبل بمجر الكريم علينا يا كريم الله ما جعلنا بمن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابه وكيف عند عجائبه الله ما جعلنا بحكم كتابك الكريم العظيم قائمين ولا دفاته متاومين ومعانه عالمين وبمؤمنهم من الجبائله لسخفابه ولسهزاء والصد عنه سالمين يا كريم اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وبالقبل المؤلسة وبالكيامة شفيعا وبالجنة رفيدا ومن النار سيدرا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا وجليلا وإلى رضاك طاعتك وسعا يا رب العالمين يا كريم اللهم وما كان في جلابتنا هذه أو جلابت غير يامن خد أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تكديم أو تأخير أو صهب أو لهب أو اللغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوب على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو عجاب وكذلك سير عمالنا في التقرى اللهم بفضلك وتجاوزها عنا في دولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابت لنا وráلي والدينا والمشيخنا والمعلمين والأمواتنا والجمسلمين كما قتلتوا لإبارك الصلحين والعليك المفلحين أصرحنا اللهم وجعلنا صالحين أحصلنا اللهم وجعلنا صالحين أحصلنا اللهم وجعلنا صالحين هادين مهجدين غير الظالين ولا مذلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزلت في سبيل ثواقراتنا هذه أجرة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبل وحسان فاجعلوا اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وساركة متقبلة فاحصص اللهم بأخضلها وأكملها وأتمها إلى روح حسنا وحبيبنا وشبيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحي آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين واجعلوا الصحابة والتابعين واجعلوا لهم مثل ثواب ذلك معمة بركة وإحسانك في صحائفنا وصحب والدنا ومن شاخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غابعنا واجعلوا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأمونات والأحيان منهم والأموات أدخل الله معلنا ولهم يا كريم في القلوب والكبور الضياء والنور والفسد والرحمة والواسعة والسرور إنك مليء غفور وهب الله لنا ولكم ولوالدنا ولوالدكم ولجميع المسلمين سوال فالآثى وعصمنا وإياكم وإياهم فيما باقيا من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحجة والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرونا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقونا وتلقاكم وتلقاهم وتلقوا ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والنعام وصلى الله على سيدنا محمد الخير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة للبرارة الكره ومصابح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد نويت أسوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القد وما أدرك ما ليلة القد ليلة القد خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى متلح الفجر يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا رب عام الله باللدف والإحسان يا رب عام الله باللدف والإحسان يا ربنا دخلنا في جنة الرضان يا ربنا دخلنا في جنة الرضان يا رب سلمنا من لبات النيران يا رب سلمنا من لبات النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر يا الله بنا نستقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله مع الوردين يا الله مع الوردين يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله مع الوردين ما عن بيائك اجمع عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسال في زمرة أحمد محمد سيد المرسال في زمرة أحمد محمد سيد المرسال يا ربنا رحمنا ولا تعذبنا يا ربنا رحمنا ولا تعذبنا يا ربنا رحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجه سيدنا إن توسلنا بجه سيدنا إن توسلنا بجه سيدنا محمد الهدي عليه الصلاة محمد الهدي عليه الصلاة محمد الهدي عليه الصلاة محمد الهدي عليه الصلاة السلام عليكم ورحمت الله وبركاته محمد الهدي عليه الصلاة بسم الله والحمد الهدي عليه الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قبط إلا بالله حما بعد وأنا أمان آمن Ndia على حباب رحمين على حباب رحمين على محمد ومركاته ومحمد الهدي عليه الصلاة وأمان آمن نظر عام بن رحمين أنا صلاة которые نظرро زمان سيدنا عبد الله والمخلر yang kita muliakan, yang kami taati, kami muliakan Kiai Idris Hamid beserta para habaib yang lain, para Kiai yang hadir yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati Bapak Dr. Andes Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur para hadirin sekalian, para jamaah yang kami muliakan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT sehingga bisa hadir bersama-sama di Masjid Besar Baitul Falah Purwosari salawat ma'asalam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW para habaib hadirin sekalian yang kami muliakan yang pertama saya mewakili takmir masjid Baitul Falah Purwosari sekaligus sebagai ketua takmir masjid mewakili para nadir, para pengurus takmir mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan para habaib, para jamaah sekalian di Masjid Besar Baitul Falah Purwosari dan juga atas nama panitia pelaksana kegiatan pada malam hari ini juga mengaturkan selain ucapan terima kasih tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan malam hari ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan insya Allah pada malam hari ini yang ke tahun yang keempat atau ketiga keempat yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerawuhan kehadiran para jamaah sekalian khususnya para habaib dan para kiaib yang berikutnya atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan Habib Taufik kami menyampaikan dan mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kegiatan yang dilakukan dan kita sangat berharap dengan kegiatan ini adalah barokahnya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan dan kami mohon maaf Habib Taufik tahun ini bantuannya insya Allah sudah kami serahkan sebesar 40 juta rupiah dan ini kami menunggu perintahnya Habib Taufik kalau kurang insya Allah tahun depan akan kita tambah berapapun kalau untuk Al-Quran atau perintahnya Habib Taufik insya Allah akan kami penuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan karena apa? karena kami berkeyakinan dengan kegiatan seperti ini insya Allah membawa barokah membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Habib Taufik kami juga menyampaikan laporan perintahnya para habaib, para kiai terutama untuk pembangunan jalan di Kabupaten Pasuruan jalan-jalan di Kabupaten Pasuruan sudah dibangun semuanya keduali yang belum kalau ada yang rusak itu termasuk yang belum nah yang belum itu mungkin nanti perlu dawunya Habib Taufik untuk perintah Wakil Gubernur biar Wakil Gubernur yang mencukupi untuk itu atas nama pemerintah sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih dan kami mohon doa arstu para habaib, para kiai, para jamaah sekalian agar bisa mengemban amanah indirinan sebaik-baiknya yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan saya kira ini yang kami sampaikan sekali lagi kami aturkan terima kasih jazakumullah salam jazak mudah-mudahan kehadiran kita semua menunjukkan kebersamaan kita nanti di akhirat bersama umatnya Rasulullah Muhammad SAW matunwun kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nambah sedikit ini bupati sekaligus ketua takmir sebelum jadi ketua takmir dulu jadi marbut disini ini bupati lulusan marbut alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah marbut marbut itu juga masjid dia juga disi saat durungi tadi ketua apa jahmes bon jahmes bon jaga masjid dan tukang kebun jahmes bon saya pernah begini pernah suatu saat dipanggil ibunya Gus Dur karena saya tinggal lama jadi sering ketemu ibunya Gus Dur waktu itu masih suken ketika tahun 1985 lah lulus SMA saya diajak ke sana direstui sama orang tua saya sana terus ikut nah disana setiap bulan ada khataman Quran di rumahnya ibunya Wahid Hasim ibunya Solehka Wahid Hasim ibunya Gus Dur dan yang khataman Quran disitu adalah anak-anak PT Iki atau Iiki PT Iki itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran di mana khusus putra yang mau menghafalkan Al-Quran sekaligus kuliah itu ada di Jakarta sampai sekarang perguruan itu masih ada perguruan tinggi ilmu Al-Quran Iiki itu khusus yang perempuan jadi khusus perempuan yang menghafal Al-Quran nah anak-anak yang asal Jawa Timur kuliah di Iiki mau PT Iki diundang sebulan sekali untuk khataman Al-Quran nah bunya Wahid itu kasih nasihat begini sama saya kalau kamu punya kesempatan coba sering-sering bikin acara seperti ini khataman Al-Quran sambil mengutip hadis riwayat Imam Ahmad sama Imam Tobroni di mana puasa dan Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu nanti di hari kiamat jadi usahakan kalau kamu memang bisa hafal Al-Quran ya undang orang yang hafal Al-Quran kalau kamu gak bisa baca Al-Quran undang yang bisa baca Al-Quran supaya kamu ketularan supaya kamu paling tidak keserempet berkahnya orang-orang yang mulia seperti itu nah ketika saya dengar 4 atau 5 tahun yang lalu Habib Taufik serta Gus Idris punya majelis yang merupakan sesuatu yang mulia dan meruskan warisan dari para leluhurnya untuk melakukan hataman Al-Quran di bulan puasa maka saya mohon waktu itu bukan mohon muhun muhun itu lebih tinggi dari mohun untuk Habib Taufik juga memberikan kesempatan hataman ini di majelis ini dibawa ke masjid ini dan saya sekeluarga menjadi tuan rumah ya dengan niat yang sama supaya ini bisa menjadi penolong kita nanti di hari kiamat juga menjadi sebab dimana Kulaukali Panjendengan maki bisa kumpul dengan Rasulullah s.a.w kumpul dengan Duryah Rasulullah dengan para habaib para kiai para alim tidak hanya disini tapi disurganya Allah s.w.t oleh karena itu meneruskan bapak-bapak saya matur sakalankum terima kasih Habib Taufik dan Gus Idris akhirnya menyempatkan setiap tahun dan bersama jamaah hadir di majelis ini mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua para jamaah sekalian yang saya muliakan kami ini menyadari terutama yang di pemerintahan suasana bisa seperti ini suasana bisa kondusif seperti ini salah satu sebabnya karena dijaga oleh ulama oleh para hadirin sekalian oleh para jamaah oleh santri-santrinya kiai para habaib dengan adanya majelis-majelis seperti ini ini cara kiai menjaga Indonesia ini cara kiai menjaga pulau kali panjenengan supaya suasananya seperti ini oleh karena itu tadi Bupati menyampaikan bahwa kami yang di pemerintahan ini tertolong terbantu dengan majelis-majelis seperti ini terima kasih para jamaah sekalian yang saya muliakan lebih-lebih ini hadaman Al-Quran saya itu ingin apal Al-Quran mulai kecil itu pengen apal Al-Quran telung puluh juz kepingin sekali tapi apa yang terjadi juz telung puluh ada apal akhirnya yang apal itu paman saya yang apal saya puingin banget itu pengen tapi ya tidak bisa juz telung puluh tidak apal mungkin ya seperti ikut-ikut seperti inilah biar dapat berkah kadang-kadang saya ini merasa modal apa sih yang bisa saya jadikan sesuatu untuk bisa masuk surga mengandalkan sholat ya saya ini sholat tapi sholatnya itu suruh khusuk itu susah sholat ya sholat Allahu Akbar terus kepikir nanti kepilih lagi ya bandar jadi kepilih lagi ya bandar khusuk gak iso khusuk sholat ya sholat Allahu Akbar ini nanti ya Allah Habib Taufik ingat saya jadi suruh ikhlas suruh khusuk itu susahnya bukan mau cek Quran suruh khusuk ya susah jadi ya ini 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 tambahan dari ibadah kita semua nutup yang kurang-kurang itu ngkulo kali panjang dengar ini kadang-kadang ibadah lewis belang bondeng kebahagiaan kebahagiaan kemarin makamnya di ziarai beri kesehatan beri kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Habib Taufik dan beserta habaib para kiai semua ini dipanjangkan umur setiap tahun kita bisa seperti ini sebagai penutup begini meter soalnya jenengi Ali Imran dua Wali Imran tapi biasa dipanggil kulhu tapi gak dikongkong ngapal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ala na'matul islam Alhamdulillah ladhi jama'ana wa iya'akum likhatma al-Quran wassalatu wassalam ala sayyid walad adnan wa ala alihi wa sahbihi السادة الزيان اما بعد فقد اجتمعنا وإياكم في هذه الليلة لتعظيم ختم القرآن كلام الله عز وجل وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والقرآن من شعائر الله بل من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمه في القول والفعل وفي الجنان نعظمه عند تناوله عند حمله كان اكرب بن أبي جهل إذا حمل القرآن يقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي حتى يغشى عليه ثم يفيك وهكذا يغشى عليه ثم يفيك مرة أخرى تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى فإذا تريد أن تعظم في هذه الدنيا فعظم العظيم فمن يعظم العظيم يعظمه الله في هذه الدار وفي تلك الدار تعظيم القرآن يكون في القلوب بأن يستشعر أنه كلام الله سبحانه وتعالى وعندما يتلوه يستحضر معاني آياته ويتدبر تلاوته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن نزل بالحزن بمعنى أنك إذا تأملت تهديده ونظرت إلى تقصيرك في أوامر الله وارتكابك لمعاصي الله سبحانه وتعالى حمل كذلك على الحزن فلهذا قال نزل بالحزن وقال فإن لم تبكوا فتباكوا بمعنى أنكم إن لم تحضر قلوبكم وتخشع فأحملوا قلوبكم على الحضور وعلى الخشوع فحينئذ فتخشع فإن لم تخشع فبكوا على قلوب حجبها الله سبحانه وتعالى عنه وعن كلامه فتقرأ القرآن بعظمة وتعظمه كذلك في اللفظ تقرأه بالتفخيم ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب ولغاتهم ولا تقرأ القرآن بلحون الكتابين أي لهود أي لهود والنصارى واللحون أهل الفسك فسيأتي أقوام يرجعون القرآن مفتونة قلوبهم ومفتونة قلوب من يعجبهم شأنهم وهكذا في آخر الزمان يأتي أناس فيتهاونون بالقرآن حتى إنه عندما يقرأ القرآن يفتح المصحف ويكلم صاحبه ولا يغلق القرآن لا يتأدب مع ظاهر القرآن ولا يتأدب مع باطن القرآن فإن تقاوة القرآن شيء عظيم وخصوصا في مثل هذا الشهر العظيم شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن أنزلها الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم أنزله بعد ذلك بحسب الوقاية على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ نزوله في رمضان وأنزل في رمضان فلهذا كان هذا الشهر يسمى شهر القرآن كان السلف الصالح يعتنون بتلاوة القرآن في طيلة السنة فإذا دخل رمضان زادوا وجعلوا لهم وردا آخر من القرآن غير ما كان يقرأونه في سائر الأيام تعظيما لهذا الشهر في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فإن التسبيح في رمضان بألف تسبيح في غيره الركعة في رمضان بألف ركعة في غيره وهكذا كل الأعمال تتضاعف فالفريضة في رمضان بسبعين فريضة في غير رمضان والنافلة في رمضان بثواب الفريضة في غير رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فتتضاعف القرآن ففي رمضان تزيد المضاعفة بأحوال القارئ تزيد المضاعفة كذلك بحسب حضور القارئ بحسب طهارته واستقباله وخشوعه وتدبره ففي حن سيدنا علي بن أبي طالب انكرم الله وجهه قال إذا قرأ القرآن في صلاة من قياما كتب الله له بكل حرف مئة حسنة وإذا قرأه في صلاة من قعود كتبه الله بكل حرف خمسين حسنة وإذا قرأه على طهارة في غير الصلاة كتب الله له بكل حرف خمس وعشرين حسنة وإذا قرأه على غير طهارة فإنه يكون له بكل حسنة عشر حسنات وهكذا تتضاعف الحسنات في هذه الأشهر المباركة فإن الحسنات تتضاعف كما أن السيئات كذلك فتعظم هذه الأزمان فإذا قرأت القرآن فقف عند حدوده وعند نواهيه وعند أوامره فحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه فاحذر أن تكون من هذا الفريق فإن الله لعنت الله على الكاذبين وهو يكذب يقول لعنت الله على الظالمين وهو يظلم فيقف عند حدود القرآن ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا قال بعض المفسرين من لم يتغنى أن يستغني بالقرآن وقال البعض الآخر الأوفق للغة من لم يتغنى أن يترنن بالقرآن يترنن بلحون طيبة لطيفة لا بلحون ظهرت في هذا الزمان تدل على استهجان واستهانة بالقرآن فإن الاستهانة بالقرآن تكاد أن تكون ردة والعياذ بالله إذا قصد صاحبها ذلك إما لفظا أو فعلا إذا مد رجله إلى القرآن والقرآن موضوع فإنها تخاف عليه الردة والعياذ بالله أو وقع تصغيره في القلب بل الإنسان إذا استصغر سنة عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يخرج عن الإسلام فما بالك بتصغير كلام الله لو قال للمصحف مصيحف فأنه يخاف عليه من الردة والعياذ بالله الخروج من الإسلام ونحن الحمد لله أرشدنا سيد الأنام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لكلام عظيم يسره الله سبحانه وتعالى بلسان الحبيب الأعظم ولم يتلوه الحبيب الأعظم لما يسر بألسنتنا ولم استطعنا قرآن فإنما يسرناه بلسانك فيسر القرآن بلسان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلما يسر بلسانه تلاه المؤمنون فالنعمة العظيمة والمنة العظيمة له صلى الله عليه وآله وسلم لهذا ما كنا خير أمة إلا بواسطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا خير أمة إلا بما اشترت الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة تنهون على المنكر فما دمتم تنأمرون بالمعروفة فأنتم خير أمة فإن سلبتم الشرط فقد سلبت منكم الخيرية فما دمتم ترون المعروفة منكرا والمنكر معروف فقد سلبت منكم الخيرية فما دمتم على هذا الشرط فأنتم خير أمة وما كنا خير أمة إلا بواسط الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فما جزاء هذا العبيب العظم إلا أن نسر قلبه في هذه الدار بأن نعلي شريعته ونظهر شريعته وننشر منهجه صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل الناس في دين الله أفواجه بنشر شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه صلى الله عليه وآله وسلم فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقًا عن زين الوجود فإنك إذا طالعت شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تبدت لك الآداب وتبدت لك الأخلاق فاتبعت النهج الذي مشا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي مشوا عليه الصحابة الذي كانوا على غاية من اتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله حتى في الأمور المباحات كانوا شديديًا لاتباع كانوا حريصين على التبرك بكل آثاره صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا التبرك بآثار خلفائه فلما ضجت الأرض لربها قالت يا رب هذا ختم الأنبياء والمرسلين أو شك أن يلحق بالرفيق الأعلى فمن يمشي علي اليوم لا أنبياء ولا مرسلين قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل تمشي فتعظيم العلماء من تعظيم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو من تعظيم الله هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا يقول الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي فمن صنع لأهل بيتي معروفاً ولم يكافئه في الدنيا كافأته يوم القيامة كنت أنا المكافئ له يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتعظيم هذا الشهر والاتلاوة كتابه ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن رب صارنا واذهاب همومنا وغمومنا ويفتع علينا في القرآن ويفتع علينا فتوه القرآن ويجعل القرآن العظيم شاهداً لنا لا شاهداً علينا ولا يصرفنا من هذه الجلسة المباركة إلا ذروباً مغفوراً حاجاتاً مقضية حاجاتاً الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة ولا ننصرف جميعاً من هذه الجلسة إلا بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى توبة نصوح يزكين بها جسماً وقلباً وقالباً نجدد جميعاً عهد مع الله سبحانه وتعالى من هذه الليلة بأن نترك جميع ما حرمه الشرع علينا ونفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه العظم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم وفقنا لما يرضيك عننا اللهم حينا حياتاً طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وصلنا على عدوك وعدونا واتولنا بِيولَاك وحمنَ بِحماك وَرَعْنَا بِرَعَاءِ نَكَ عَلَى كُلِ شَيْنِ قَدِيرٌ وبالِجَابَةِ قَدِيرٍ رسول الله على سيرنا محمد وعلى آلَي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلاة السلام على رسول الله السلام علينا محمد وعلى آلِي وصحبه وإلى وإلى حولة وإلى قوة الله المترجم للقناة Diceramahkan daripada Gus Ipul Tidak ada satupun yang mampu memang untuk taat 100% kepada Allah Gus Ipul Ya kemampuan kita ini kita lakukan saja Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mau peduli dengan agama Berangkatlah pincang-pincang ya berangkat Suwe-suwe insyaallah sampai Sakit-sakit ya tetap ajalah kamu berusaha Insyaallah akan Allah bantu nantinya Jangan kita Saya sempurnakan dulu baru saya berangkat Saya tutup-tutup Ya ini kemampuan kita Allah maha tahu Ini kemampuan kita Insyaallah berkat kita patungan Kalau kita baca Quran sendiri mungkin Khusuknya kurang Sholat sendiri mungkin khusuknya kurang Tapi sholat berjamaah Baca Quran bersama-bersama Insyaallah dengan berkat patungan ini Akan disempurnakan oleh Allah SWT Satu sama lain Hadirin sekalian Al-Habib Abdullah Al-Muhdor ini datang dari Tarim Alhamdulillah mengadakan daurah Dan mengajar ada di rumah Dan beliau mungkin masih perlu waktu Ada di Indonesia saat ini Sampai beberapa bulan Karena itu sekaligus ada Gus Ibul Mohon Gus Ibul saya lagi nguruskan igomahnya Tinggalnya beliau ada di Pasuruan Sudah saya ajukan ke Depak Alhamdulillah Insyaallah dalam beberapa hari ini Kita ajukan ke Surabaya Kalau memang misalnya ada kesulitan Tak hubungi sampean Mesisan ditembak dikini Hadirin sekalian Rahmatullah Cerama Ahabib Abdullah dari itu Menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu Di antara syiar Allah Yang wajib untuk ditakzim Dan mengagumkan Quran itu adalah Bagian kesempurnaan iman dalam hati Siapa orang yang menta'zim mengagumkan syiar Allah adalah Bagian kesempurnaan iman dan takwa dalam hati seseorang Karena itu Jangan sampai ada yang meremehkan bacaan Al-Quran atau meninggalkan bacaan Al-Quran Seorang sahabat ikrimah yang bernama Ikrimah ini sahabat yang besar Yang mulia Tapi abahnya musuh besar Rasulullah Anaknya Abu Jahal Tapi sahabat besar Ikrimah Abu Jahal ini kalau baca Quran Sampai pingsan Kenapa? Karena dia Bukan dijadikan Quran sebagai bacaan Tapi dia Merenungkan Ini kalamnya Tuhan Pencipta alam semesta Karena itu ketika dia membaca Sambil dia menyatakan Hadha kalamu rabbi Hadha kalamu rabbi Pingsan Siluman dari pingsannya Baca Quran lagi Hadha kalamu rabbi Pingsan Kalau kita kan gak ngantuk Bukan pingsan Kenapa ta'limnya gak ada Pengagungan Al-Quran gak ada Seakan-akan Al-Quran itu adalah Bacaan Arab aja Bacaan Tapi sebenarnya itu Al-Quran adalah Wahyu Dari Allah Yang dibawa oleh Malaika Jibril Disampaikan kepada Nabi Dan sampai kepada kita Karena itu Siapa orang yang kepingin menjadi orang yang besar Orang yang agung Maka satu resepnya Agungkan yang diagungkan oleh Allah Mustahil akan menjadi orang yang diagungkan Kalau dia menghinakan Meremehkan Apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengagungkan Al-Quran ini Selain kita Menganggap Al-Quran ini Adalah yang hebat Dan kalam rabbi Kalam Tuhan semesta alam Dalam kita membaca Hendaknya kita Ini khusyuh Karena itu Nabi S.A.W. Menyatakan Inna hadal Quran Nazala bihuznin Quran ini Turun dengan sedih Maksudnya apa Jika kamu tadi itu membaca Quran Kalau disitu ada Cerita neraka Masa kau enggak Gemeter belas Kalau disitu diceritakan Bagaimana keagungan Allah Bagaimana nanti Hisab dari kiamat Kau enggak ada sedikit takut Sama sekali Kalau diceritakan Bagaimana itu Malaikat Bagaimana itu Laknatnya Allah Kepada orang-orang kafir Kau sih Wani Hati-hati Jadilah Jadikan bacaan Al-Quran Untuk menjuat Membuat hati kamu Tadi itu Sadar Ojo asal Mocotok Itu Allah Memperingatkan kita Karena itu Dikatakan Ikhra'al Quran Wabku Fa'ilam tabku Fatabaku Baca Al-Quran Nangiso Kok isu Baca Quran Kok enggak nangis Maka tangisi diri kamu Kok isu Bihati Kayak ngundung Katimu Berarti kamu Berarti orang yang Tidak bisa ditembus Sekalipun dengan Al-Quran Hatinya adalah Hati yang keras Quran pun Tidak bisa meleburkan Quran pun Tidak bisa Menyadarkan dia Hadirin sekalian Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Daripada Bentuk Mengagumkan Al-Quran Bacalah Al-Quran Dengan cara Yang benar Dalam hadith Nabi menyatakan Ikhra'al Quran Bilihunil Arab Wa iyaka Waluhun Ahlil Kitab Ahlil Kitabain Wahlil Fisik Bacalah Quran Dengan tata cara Orang Arab Kalau baca Karena Quran Diturunkan Dengan Bahasa Arab Baca Quran Dengan tata cara Orang Arab Kalau baca Jangan kamu Tadi itu Mengikuti Tata baca Quran Dengan caranya Ahlul Kitab Orang Nasoro Atau orang Yahudi Kalau mereka Baca Dengan model Nyanyi Oh jeniru Baca Quran Dengan model nyanyi Jangan Dengan tata cara Orang Arab Yang baca Jangan Jangan Dengan tata cara Orang-orang yang Fasik Dibuat Lagu-lagu Maaf sekarang Onok Gandang Hati-hati loh Ini sudah disyadakan Oleh Nabi Jangan Jangan kamu Baca Quran Model begitu Sekalipun Hurufnya tepat Tidak benar Cerita Wayang Dibuat Baca Al-Quran Jangan Ini termasuk Tidak mengagungkan Al-Quran Hati-hati Malak Nabi Sallallahu A.S. Menyatakan Wasayati Agwamun Yagra'un Al-Quran Maftunatun Gulubuhum Maftunatun Gulubuhum Akan datang Nanti Ada beberapa Orang Membaca Quran Dengan Tata cara Yang tidak Benar Kemudian Yang baca Maftunatun Gulubuhum Hatinya Merasa Kagum Wah Bacaan Quran Dengan model Begini Hebat Maftunatun Mantuk Jibuhum Dan juga Hati Orang Yang kagum Itu adalah Teracuni Dengan Fitnah Itu adalah Sudah Merupakan Penyakit Penyakit Bagi yang Baca Maupun Yang kagum Ini Kalimnya Allah Ini Bukan Karangan Daripada Manusia Iki Duduk Duduk Baca Dengan Cara Yang Telah Dibaca Oleh Orang Orang Yang Soleh Jangan Kamu Memakai Cara Cara Yang Tidak Dibenarkan Cara Orang Orang Fasik Apalagi Cara Orang Orang Yang Tidak Diridai Allah Subhanahu Wata'ala Hadirin Sekalian Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Meriakan Umat Ini Dengan Luar Biasa Dengan Nabinya Muhammad Dengan Al-Quran Dengan Bulan Ramadhan Dan Komplit Sudara Bagaimana Bulan Ramadhan Dijadikan Satu Waktu Untuk Diturunkan Al-Quran Dan Yang Menjadi Nabinya Adalah Muhammad Sallallahu Assalam Shahru Ramadhan Alladhi Unzila Fihil Quran Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Diturunkan Di Dalamnya Al-Quran Al-Qur'an Al-Qur'im Kebaitul Izzah Secara Ijmal Diturunkan Secara Langsung Jumlah Wahidah Kemudian Berangsur Angsur Dalam 23 Tahun Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Diturunkan Karena itu Bulan Ramadhan Ini Menjadi Bulan Yang Paling Istimewa Sehingga Pahala Dilipat Gandakan Ada Di Dalamnya Sehingga Satu Tasbihan Di Bulan Ramadhan Bi'alfi Tasbihah Fi Gairi Seperti Nilainya Di sisi Allah Seperti Seribu Tasbih Di selain Bulan Ramadhan Ibadah Wajib Di bulan Ramadhan Seperti 70 Wajib Di selain Bulan Ramadhan Ibadah Sunnah Di Ramadhan Seperti Pahala Wajib Di luar Ramadhan Artinya Semangat Ibadah Nih Kita kasih Gambaran Misal Ada Orang Digaji Satu Juta Digaji Satu Juta Kemudian Si wakil Gubernur Ini Dia Kagum Dengan Orang-orang Muslim Yang puasa Di Ramadhan Karena Ramadhan Maka Saya Lipat Gandakan Kamu Gajinya 70 Kali Lipat Berarti Gajinya Berapa 77 Juta Kira-kira Ada yang absen Absen Rugi Dia Dia Pasti Akan Menjaga Masih Warang Masih Loroh Tetap Dia kerja Kenapa 70 Kali Lipat Begitulah Allah Menyediakan Satu Pahala Wajib Di bulan Ramadhan Seperti 70 Wajib Di luar Ramadhan Ojo Nase Yang absen Pahala Sunnah Di Ramadhan Seperti Pahala Wajib Di luar Ramadhan Ojo Sampai Ditinggal Masih Sunnah Bacaan Quran Satu huruf Di luar Ramadhan Sepuluh Kali Lipat Tapi Di Ramadhan Berlipat Lipat Diriwayatkan Dari Sina Ali Nabi Talib Siapa orang Yang membaca Quran Di dalam Solat Dalam Keadaan Berdiri Solatnya Solat Sunnah Maka Perhuruf Seratus Pahala Ini Dua Ramadhan Kalau Ramadhan Lipat Ganda Siapa orang Yang baca Quran Dalam Keadaan Duduk Padahal Mampu Berdiri Solat Sunnah Kan Oleh Walaupun Bisa Berdiri Dia Solat Duduk Maka Perhuruf Mendapatkan 50 Pahala Siapa orang Baca Quran Punya Wudu Diluar Solat Maka Mendapatkan 25 Pahala Perhuruf Baca Kur'an Tentunya Dalam Solat Haram Hukum Siapa orang Baca Quran Tanpa Wudu Maka Perhuruf Sepuluh Kali Lipat Menghadap Qiblat Dengan Takdim Tambah Mufakat Ganjaramu Cuma Jangan Kita Cukup Menjadi Pembaca Bacalah Dengan Khusyuk Perhatikan Bagaimana Ada Larangan Disitu Ojo Kon Ngelanggar Yang Dilarang Dalam Al-Quran Justru Diterjang Lah Bahaya Kata Nabi Rubba Al-Quran Wal-Quran Yalah Wakil Banyak Orang Yang Baca Quran Tapi Quran Melaknat Dia Kenapa Persis Sifat Allah Bagi orang Bohong Tetap Istiqomah Bohongi Allah Bagi orang Dolim Tetap Jadi orang Yang Dolim Melaknat Al-Quran Itu Ketika Ada Disitu Larangan Larangan Koreksi Nawak Mu Dan Janganlah Kamu Bosan Bosan Baca Quran Nabi Sallallahu Menyatakan Laisa Minna Man Lam Yata Ganna Bil Quran Bukan Termasuk Golongan Umat Kulu Ya Kalau Dia Tentu Lam Yata Ganna Ada Menyatakan Lam Yata Ganna Orang Yang Tidak Merasa Cukup Dengan Quran Masih Masih Perlu Dengan Yang Lain Bukan Golongan Umat Cukup Sudah Kamu Dari Quran Cukup Masih Gak So Gida Popo Ahli Mau Cukur Katanya Gus Ipul Tadi Itu Kepingin Telung Polo Jus Podo Gus Telung Polo Ada Apa Lagu Podo Karena Itu Ayo Kita Didik Anak Kita Jadikan Mereka Anak Anak Yang Kaya Dengan Al-Quran Ngejok Kita Orang Proda Gagal Mari Ngonuh Anak Kita Lebih Gagal Lagi Kita Program Anak Anak Kita Tadi Itu Untuk Ahli Baca Quran Lihat Bagaimana Punya Isulihah Tadi Itu Menertibkan Untuk Kur'an Kur'an Dan Anak Yakeh Terus Mareng Ahli Mocok Quran Hatam Kur'an Sukidu Bukan Termasuk Golongan Umatku Yang Tidak Merasa Cukup Dengan Al-Quran Ada Ada Lagi Ailam Yataran Nambil Kur'an Bukan Termasuk Golongan Umatku Yang Tidak Melakukan Kur'an Melakukan Kur'an Ini Duduk Lagu Sakar B Lagu Sing Pantes Kayi Mocok Kur'an Lagu Sing Pantes Melakukan Ini Bukan Karena Nilai Lagunya Ini Adalah Bentuk Takdim Lagi Mocok Kur'an Ojukkan Mocok Kur'an Bo Sing Enak Mocok Kur'an Gahin Mocok Kur'an Sampai Kalau Upacara Mocok Waduh Gana Satu Dua Jelas Lagi Mocok Biasa Satu Dua Tiga Kenapa Karena Penuh Penghayatan Penuh Dengan Penghayatan Lagi Mocok Kur'an Itu Lagun Maksudnya Si Jeno Mocok Kur'an Ambil Mocok Sing 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 Begitu Itu Maksudnya Tiduk Kau Lagu Lagu Sing Dak Dak Ayo Saya Mau Tanya Ini Buka Buka Saya Mau Tanya Lagu Indonesia Raya Gain Modeng Gandang Gak Ditangkap Kau Dibu Polisi Kenapa Penghinaan Ini Anda Bisa Menyatakan Ini Penghinaan Padahal Itu Lagu Indonesia Raya Dan Itu Di Indonesia Apalagi Al-Quran Al-Karim Gak Gendang Gak Tepak Gak Tepak Karena Itu Kita Harus 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 Sepakat Ulama Karena Bisa Dibuat Main-main Nanti Sama Orang-orang Awam Quran Itu Dikait Lainan Lain Lain Ini Harus Kita Menyatakan Ini Bisa Bahaya Ini Akhirnya Dibuat Main-main Bacaan Al-Quran Tadi Lainan Lagu Michael Jackson Lainan 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 Yang penting Huruf Masih Model Lagu Karena Itu Akan Bisa Mengurangi Pengagungan Terhadap Al-Quran 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 Ini Diterima Diterima Nabi Dan Akhirnya Bisa Kita Baca Sebenarnya Tidak Mampu Manusia Baca Quran Umat Baik Kalau Kamu Biarkan Maka Akan Dicabut Khairiyah Baiknya Umat Ini Akan Dicabut Kenapa Karena Tidak Sesuai Dengan Kriteria Akhir Umat Tirurah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ikuti Ajaran Nabi Maka Kamu Akan Menjadi Orang Yang Berakhlak Karimah Karena Tidak Ada Orang Yang Berakhlak Baik Kecuali Karena Mengikuti Rasulullah Terakhir Bumi Ini Pernah Mengeluh Ketika Rasulullah Mau mati Ketika Rasulullah Mau mati Bumi Mengeluh Tadjat Al-Ard Kenapa Sapa Para Ambiak Sudah Ditutup Dengan Rasulullah Yang Nginjek Bumi Ini Setelahnya Nabi Muhammad Sapa Nabi Nabi Lagi Tidak 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 Orang Pilihan Allah Para Ambiak Para Rasul Tidak 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 Menginjek Bumi Ini Mengeluh Yang Menginjek Tidak Nabi Menyatakan Ulama Umati Ke Ambiak Bani Israel Ulama Umatku Ini adalah Seperti Para Nabi Daripada Bani Israel Karena itu mengagungkan cinta kepada ulama Itu adalah bagian daripada ajaran agama Mereka lah yang dikatakan khulafah Nabi Muhammad Mereka adalah khalifah-khalifah Penerus-penerus Daripada Rasulullah SAW Demikian juga para sahabat Nabi SAW Karena mereka para sahabat adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah Yang paling dekat dengan Nabi Yang paling mengetahui Nabi Dan demikian juga para keluarga Rasulullah SAW Nabi bersabda Cintai Allah Karena Allah memang yang memberikan nikmat kepada kamu Ada nikmat selain dari Allah Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar, Anda bisa berbicara Anda bisa makan, Anda bisa berjalan Anda semuanya dari Allah Cintai Allah Karena memang Allah memberikan nikmat kepada kamu Cintai aku Kata Nabi Karena sebab bukti cinta kamu kepada Allah SWT Cintai keluarga aku Karena sebab bukti kamu cinta kepada aku Kata Nabi SAW Siapa orang yang berbuat kebaikan kepada keluarga ku Dan dia tidak bisa membalas di dunia Maka aku yang akan balas kebaikannya nanti di hari kia Di hari kiamat Karena itu penting sekali untuk kita Kita mengulangi lagi janji kepada Allah Bubar dari majlis ini Ayo yang maksiat Pocok diulangi lagi maksiat Kita taubat di majlis ini Bubar dari majlis ini Yang malas menjadi kiat Sehingga benar-benar kita akan terisi Waktu kita yang akan datang Dalam ridho Allah Dalam takwa kepada Allah Amin Allah Amin Allah Amin Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Wa alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Saya ingatkan Semua yang hadir Jangan ada yang tidak pakai helm Kok ada logur itu Sebenarnya motor tidak lucu Tidak semua gembu kok semua Karena itu pakai helm Biar celah Selamat Selamat ya Yang kedua Dengarkan baik-baik Jangan ada goncengan dua Oh cok ngelanggar Dikawalnya polisi ngelanggar Gerantur Goncengan jangan dua Sepeda motor Gawang lurut cok Gawang terluang papat Kok di India Kemudian yang ketiga Sepeda motor Di belakang mobil Lekon terlalu nengah Keserempet Kamu itu bukan robot Karena itu Yang teratur Kita ini kerjasama Sama polisi Sama patwal Itu semuanya Untuk keselamatan Anda Lekon jok kan tambah ngelantur Tambah kebutan Tambah dipepet-pepet Yang teratur Begitu Kita kepingin Tidak ada yang kecerakaan Tidak ada yang sakit Mudah-mudahan panjang umur semuanya Selamat semuanya Tapi ikuti semuanya Tadi itu Himbuan-himbuan Besok insyaallah Khutmul Quran Ada di masjid jame Hidayatullah Karangketuk Besok Di masjid jame Hidayatullah Karangketuk Mohon Berangkat 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 Tadi itu Ojo Kon Ngomong Karbedewi Dikir Abah itu Kalau sudah berangkat Khutmul Quran Sama pulang Tidak nganggur Cangkemi Dikir Kalau sudah ada yang dibaca Baca Ya Rabbi Irhamna Ya Allah Ya Maulana Ya Rabbi Irhamna Ya Allah Ya Maulana Itu dibaca Ya Rabbi Irhamna Ya Allah Ya Maulana Ya Rabbi Irhamna Ya Allah Ya Maulana Jauh rahmat Jauh rahmat Jauh rahmat Jauh rahmat Ini dirahmat Yang mengusir Allah Karena manusia itu Akan selamat dunia akhirat Karena dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jauh rahmat 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل الله على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد واله وصعبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد واله وصعبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد 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 وصعبه سيدنا محمد التوفيق بن ابن الشيح عاكب ياسين وعسولهم وفروحهم بين والدينا اسمح الله بأعوذش من شهد البلد والدينا ووالديكم وعمواتنا وعموات الحاضرين خاصة وإذا رحمن عمر هذا المسجد وعباد الله في المنتصدقين على القائمة وسائقنا مسابقا ولاحقا وانوجه من المسمين أن الله تنشف الرحمن المغفرة يُعلِد رجاتهم في الجنة أذهبكم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبود وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إلا ظل الذين ننبع عليهم غير المغضوب عليهم مرض بظلين آمين الله لا إله إلا والحياء القيم لا تأخذه سند ولا نهم له ما في السماء وما في الأرض أن ذا الذي يشع عنده الله بإذنه لم يلد ولم يولد ولم يكون له Dlatego كبان أحد بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ أععوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر الغازق إذا وقت ومن شر النفاذ ومن شر حسن إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ أععوذ برب الناس مالك الناس إلاه الناس من شر الأسواس الخناس الذي مسعته في زدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الوافين عليك في مزيد يا رب لك الحمد كل مواهل جلالك عظم سلطانك سبحانك الله اهلان لاخدتك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت الحمد لله رب العالمينbuilt Bishop지�ul fasting واسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من نبينا والمرسلين واسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من كل وقت وحين واسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من ملأ الأعلى إلى يوم الدين واسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى تريد الأرض ومن عليها وأنت خير الفارث اللهم اجعل واصل واهدم بلدك بلدهم وقرن من الدران العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحانه من قول سبحانه الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة من كنازل وبركة شامل حبيبنا وشافعنا فردنا رسول الله سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى الرحاباء وإخواني من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه والريده وأهله بيته من خلفاء الراشدين ساداتنا وإماتنا ببطر ومرسلنا وعليم سن الله حسن والحسن وأمهما الحباب وبعد من ظهر الحباب خديجة نقب وحفظ عشان الرجل والسواجه الطاهرات سيدنا حسين سيد الحمزة والأباس وأصحابه رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجر بسببه لنا التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين لاسيما إمة الأربعة المجتهدين ومقرد ابن القرى والحفظ البسرين والمحدثين والعلماء إلى أمين وعلي طاعاتك المعين في مهاجر عحمد بن عيسى والحبيب عبيد أبن عمد بن عيسى وصد الأعظام سبق المقدمة محمد بن علي班 وعلافي والجميع أولادي خصوص من علمي ويالغير إخار من محمد بن نواد بن الحبيب علي ومحمد بن علي من التويل مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسكب وعلافي جميع أولادي وانتب ببشار وزنبال والفرد رضا المعلمة ويقفال رسلنا مولانا رحمد الله المصدر جميل أول نهاية تسعة قد الرباني والغادي سماداني زينش عبدالقادر الجيلاني ثم يلال اله اميال حبيب عليم محمد حسين حب شين قد بلغاث أبي بكر بن محمد بن عمر السكف جميع أولاد الحبيب عليم محمد الحاشم السكف ثم يلال اله حبيب هدي بن صادق و شعفك بن سالم ثم يلال وحلت أرواحهم من مشارك الأرض إلى مغاربة خاصة إلى أرواح من كانت بلد التهليل بسببهم مؤسس هذا المسجد الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ النسقف والحبيب عبد القادم حسين نسقف وحلت أرواحهم من مشارك الأرض إلى مغاربة ثم إلى الشيخ العربي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى روح يوسف خليل ووصولهم حميد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله ثم إلى روح سيد بن عبد البهار ثم إلى روح سيطه بن علي الحفش ثم إلى روح أخينا أحمد أحمد توفيق بن شيخ 근ك بن ياسي ووصولهم بفره ثم إلى أرواحهم من الأول أم شيخ هذا البلد والدنا ووالدكم وأمواتنا وأموات الحاضرين حاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله في المتصدقين على القائمين في السابقا ولاحقا أوصل الله ما ثواب ذلك منها إليهم اللهم جعل نور سلاله بين أيديهم وما جعل ثواب ذلك بداءا لهم من النار وسطرا لهم من النار وشرعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من الله مغفر الله ورحمه وتجاوصا سيئاتهم وتقبل حسناتهم وجعل قبورا فراضة من ريال الجنان ولا تجعل قبورا محفرة من حفر النيران برحمتك الوزايا رحمة الرحمن اللهم ما غفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وغفر لنا ورحمناه لهم وإخواننا الذين سابقون بالإيمان وتجعل من قلوبنا الذين من ربنا إنك الهوف الرحيم وصل الله على زيننا محمد النبي وعلى صحابه وسلام بفضلي سبحان ربك رب العزاة أما يصفون سلام على المسلين الحمد لله رب العالمي فادحة ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادر كي تحمد وتجر ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تكون صابر وشاكر ألا يا الله بنظرا تكون فائز وضافر ألا يا الله بنظرا ومن أهل السراير ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسب الله ألا يا الله بنظرا وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرا ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرا على بشار جادة حيب رحمة البهر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وآلونا وأحباب قلبي نازلونا يا الله من أظراء من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ومن هم في سرائر فوادي قاطنون بساحة تربوها من زكي المزك أعطر ألا يا الله من أظراء من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة منازل خرسادة ألا يا الله من أظراء لكل الناس قادة ألا يا الله من أظراء محبتهم سعادة ألا يا الله من أظراء ألا يا بخت من زارهم بالزدك واندا لهم معتني كل مطلوب والتيسار ألا يا الله من أظراء من العين الرحيمة ألا يا الله من أظراء من عين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا الله من أهدنا في من هديد وعافنا في من عافيد وتولنا في من توليد وبارق لنا فيما عطيد فقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي وليب ضارك فإنه الهيد المليد والعيز تبارك تاربنا والحمد نستغفرك وندوب إليك والصلاة على سلام الحمد والله بالقبول وقبال صلاح كلها جعانا ياكم صلاح الجسم والقال صلاح الأحوال كلها ضار صلاح ما سنفر جعن أمسين صلاح البيت نوي صلاح بما سلح ما بينهم واجعل في قلوبنا نورا في سميننا في أبصارينا وباكرنا في وقاتنا في رمضان واجعلنا من المتقاون وقذارنا واجعلنا في قبلنا وليات القدر ولكن نصيب وافر ما يقسمون للعباد الصالح في هذه الليلة في كل ليالي رمضان واجعلنا وإيناكم أجبنا ما يذين في دين وصنحنا حوالنا كلها الظاهر واثنا على هذه النيات وعلمان وكل منها يأطل جميع جميع الأمال على أحسن حال ونعم بال تعود علينا هذه الليالي في مسرات وخيرات وأمنا من خاف على أهنوينة صالح جامحة دافحة كل شر جاء بكل خير نتشفع بها بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي وهم صلى الله عليه وسلم وعلينا وخير وعلينا وخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلينا وعلينا الحمد لله رب العام وصلي وسلم على سيدنا محمد عفو والعافية والمعافاة الدامة في الدين ودنيا والآخر ربنا أتنا في دين حسنة فالآخرتي حسنة وقين عذاب النار ربنا لا تزع قلوبنا بعد ذهديتنا وهبلنا من عندك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رأب ورحيم اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانم عليه وفقنا للخير وأعننا عليه اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزو الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغير ومن عذابك نستجير أصدر رحمتك نستجير